الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طاه الأمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء ولا يحل هو في شيء لأنه ليس كمثله شيء مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم ولازلنا في الحديث والكلام على شرح بعض الآيات المتشابهات التي تكلمنا عن بعضها في المجلس السابق ونكمل في هذا المجلس ونؤكد قبل أن نبدأ بذكر بعض الآيات أن القرآن لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه برأيه لأن الأحاديث التي فيها التحذير والوعيد والتهديد لمن تجرأ على القرآن برأيه كثيرة من هذه الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ هنا معنى فأصاب يعني صادف قوله الواقع هنا ليس من الصواب يعني ليس تحسيناً لفعله ليس تحسيناً لخوضه في القرآن برأيه لا ليس هذا معنى فقد أصاب فأصاب هنا يعني صادف الشيء الذي قاله الواقع في معنى أو تفسير الآية مع ذلك لا يسلم من الكبيرة فماذا قال بعد ذلك فقد أخطأ أي فقد عصى الله أي وقع في الذنب الكبير لأنه قال في القرآن برأيه وكم وكم من الناس الذين تجرأوا على القرآن بآرائهم ضلوا وكفروا وخرجوا من الإسلام لأنهم وقعوا في التشبيه والتجسيم والتكذيب وجعلوا على زعمهم القرآن متضارباً متعارضاً وهذا لا يقوله مسلم إذن فالحذر الحذر من التكلم في القرآن بالرأي والهوى إنما نرجع إلى أهل العلم نرجع إلى أهل العلم ونقف عندما نسأل عن شيء لا نعرفه أين نقف نقف عند قول أسأل لك أسأل لك أجيبك فيما بعد لا أدري وأعطينا أمثلة في الدرس الماضي قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا أدري في بعض الأشياء جبريل عليه السلام قال لا أدري أبو بكر قال لا أدري عمر عثمان علي رضي الله عنهم جميعاً فمن نحن أمامهم إذن إن سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم إن سئلت عما لا أعرف أقف هنا ولا أتخطى الحدود ولا أتجاوز الحدود لأن الذي يتجرأ على كتاب الله برأيه كما بينا في الدرس السابق هو أحد أثنين إما أن يصل إلى الكفر وإما أنه فاسق من أهل الكبائر إن لم يصل إلى الكفر يعني إما كافر وإما فاسق إذن المسألة خطيرة ليست هينة أبداً من هنا الحذر الحذر من التكلم في القرآن بالرأي والهوى ومن الآيات المتشابهات التي زاغ في فهم معناها المشبهة المجسمة الذين اعتقدوا في الله أنه جسم جسد شكل حجم صورة فضلوا وأضلوا وهلكوا وكفروا من هذه الآيات الكريمات قول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم هذه الآية ليس معناها يد الله العضو الجارحة لا ليس معناها الجسم لا اليد إذا أضيفت إلى الله في القرآن أو في السنة السابتة فهذا له معنى يليق بالله ليس على معنى الجارحة ليس على معنى العضو هذه اليد المجتملة على الشعر والجلد والعظم والعروق والعصب والدم والأظافر هذا في حق المخلوق هذا في حق الأجسام لاحظوا كم ذكرنا من صفات المخلوق شعر جلد عظم عروق عصب دم لحم هذا صفة من المخلوق صفة الأجسام صفة البشر صفة البهائم أما الله سبحانه وتعالى إذا أضيفت إليه اليد في القرآن أو في السنة السابتة فليس بمعنى العضو ليس بمعنى الجارحة ليس بمعنى الشكل ليس بمعنى الكيفية ليس بمعنى الهيئة ليس بمعنى الأعضاء ليس بمعنى الأدوات إذن ما معنى يد الله فوق أيديهم إذا بيّن سبب النزول يتضح المعنى بسرعة انتبه معي جيدا الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذهب من المدينة إلى مكة المكرمة في مكان قبل أن يدخل إلى الحرم قبل أن يدخل إلى الكعبة في مكان يقال له الحديبية هناك وصله خبر أن المشركين لا يريدونه أن يدخل إلى مكة إلى الحرم إلى الكعبة صدوه عن عمل العمرة ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول يتصرف بالوحي الرسول ينتظر الأمر وكان معه عدد من الصحابة في تلك الأرض في الحديبية بعض علماء السير والتفسير يقول كان معه خمسمائة رجل بعضهم يقول أكثر من ذلك جمعهم وأخذ عليهم العهد بأمر من الله تعالى بأمر من الله مسألة العدد ليست هي المسألة يعني ليست هي الأصل يعني إن كان بعضهم قال خمسمائة وقد يكون بعضهم قال ألف وخمسمائة لكن ليست هنا المسألة الآن المسألة أربعمائة كانوا أو خمسمائة أو أكثر أنه أخذ العهد عليهم بأمر من الله فهؤلاء الصحابة الكرام أعطوا العهد أعطوا العهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا معه وأن لا يفر عنه وأن لا يسلموه إلى العدو بل يثبتوا في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم ومبايعة الصحابة للرسول على هذا الأمر وإعطائهم العهد هو في المعنى عهد منهم لله يعني كأنهم قالوا نعاهد الله على أن لا نفر عنك يا رسول الله على أن نبقى معك على حمايتك على أن نقدمك في الحماية على أرواحنا وأجسادنا أن لا يسلموه إلى العدو أن لا ينكشف عنه في المعنى عاهد الله على ذلك فلما أخذ منهم العهد وأعطوا المواسيق نزلت الآية يد الله فوق أيديهم عهد الله ثبت عليهم عهد الله وجب عليهم العهد الذي عاهدوك به يا محمد كأن الله عز وجل أوحى لنبيه هذه الآية ليقول لهم هذا العهد الذي أعطيتموني ثبت عليكم ووجب عليكم الله أوجب عليكم أن تفوا بهذا العهد أن تفوا بهذا العهد وأن لا تهربوا لا تفروا فيكون معنى الآية العهد الذي عاهدوه وجب عليهم شو هو اللي وجب أن يثبتوا أن ينفذوا أن لا يهربوا عهد الله وجب عليهم عهد الله سبت عليهم هذا معنى الآية يد الله فوق أيديهم عهد الله الذي عاهدوك بأمر من الله صار واجبا عليهم أن يثبتوا وليس معنى اليد الجارحة وليس معنى اليد هنا العضو وليس معنى اليد هنا الجسم يد الله أي العهد الذي أعطوك ثبت عليهم ووجب عليهم وأما الذي يقول إن اليد بمعنى الجسم الذي يقول لا تأويل وعلى الحقيقة هكذا تقول المشبهة المجسمة يقولون على الظاهر يقولون التأويل تعطيل فيقولون على الظاهر يقال لهم بزعمكم إن حملتم الآية يد الله فوق أيديهم على الظاهر فقد جعلتم جنس اليد التي أضفتموها إلى الله بزعمكم كجنس أيدي هؤلاء الصحابة لأنكم قلتم على الظاهر بلا تأويل وإذا كان كذلك فقد شبهتم الله بالصحابة وبالتالي بكل البشر فقد شبهتم الله بمخلوقاته ولو كان يشبه الصحابة أو البشر في هذه الصفة لجاز عليه ما يجوز عليهم من الزوال والفناء وأن تقطع اليد أليس من الناس من تقطع أيديهم بلى أو تحترق أو تتشوه فإذا أثبتتم لله تعالى اليد بمعنى العضو بمعنى الجارحة فقد جوزتم عليه أن تقطع منه وأن تحترق وأن تشوه وجوزتم عليه كل وسائر الصفات التي يتصف بها البشر لأنكم إن وصفتموه بهذه الصفة فما المانع على زعمكم أن يتصف ببقية الصفات وهذا الذي تزعمونه يؤدي إلى أن الله مخلوق عاجز وجد بعد عدم متغير ويلحقه الفناء والموت وهل هذا يرضاه مسلم هل هذا يقول به مؤمن إذن لابد من التأويل إذن ليست على الظاهر إذن ليست على الظاهر إن قلتم على الحقيقة وبلا تأويل يقال لهم يلزمكم من هذا أنكم ساويتم بين الله وبين مخلوقاته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فكرة في الرب كيف أنتم تساوون بين الله وبين خلقه والرسول عليه السلام يقول لا فكرة في الرب إذن من الخارج عن القرآن وعن السنة النبوية وعن إجماع الأمة هم المشبهة المجسمة ابن تيمية ابن قيم الجوزية الزهبي ابن كثير ابن عسيمين ابن باز ابن عبد الوهاب عبد الرحمن دمشقية وأمثالهم هؤلاء المشبهة المجسمة الذين جعلوا الخالق مخلوقا ومع ذلك ابن تيمية إمامهم يقول بأزلية جنسي أو نوع العالم أو الأفراد هذا أو هذا يعني يقول بأزلية المخلوق ويقول بحدوث الخالق أي تناقض هذا شيء عجيب في الكفر هذا هذا شيء عجيب في الكفر فهؤلاء القوم جعلوا الحادث أزليا وجعلوا الأزلية حادثا رأيتم هذا التناقض فإذا المشبه المجسمة ما عرفوا الله يقولون على الظاهر بلا تأويل على الحقيقة بلا تأويل هذا يؤدي بكم إلى كل هذه المحاذير يؤدي بكم إلى أنكم جوزتم على الله أن يقطع وأن يموت وأن يفنى وأن يزول وأن يتغير إذ وصفتموه بالجارحة فلو اتصف بجارحة واحدة جاز عليه بقية صفات الجوارح والمخلوقين والحوادث إذن فهمنا ما معنى يد الله فوق أيديهم عهد الله سبت عليهم عهد الله وجب عليهم ثم من ناحية أخرى إذا قالوا على الظاهر بلا تأويل وهم يثبتون لله الحيز في جهة فوق فعلى زعمهم يكون على زعمهم انتبهوا هذا من أشد الكفر ومن أشنع الكفر يكون الله الذي فوق العرش بذاته على زعمهم مد يده بالمحازات الذي يكون فوق أيدي الصحابة وهم في الأرض فهم مد أيديهم في الأرض وهو مد يده من فوق العرش بزعمهم وهل هذا يقوله عاقل يرضاه مسلم يقبل به صاحب فهم تنزه الله تنزه الله إذن عهد الله وجب عليهم عهد الله ثبت عليهم هذا معنى يد الله فوق أيديهم أيديهم واليد في لغة العرب تأتي بمعنى العهد تأتي بمعنى العهد تأتي بمعنى النعمة اليد تأتي بمعنى النعمة كما يقال ليد كانت ليد كانت لأبي بكر على بلال من اشترى بلالا عندما كان عبدا مملوكا وأعتقه أبو بكر فشو بيقوله بيقوله ليد كانت لأبي بكر شو يعني النعمة يعني الإحسان الذي عمله مع بلال تفهمناها إذن اليد تأتي بمعنى العهد فلان الحاكم الخليفة له يد عند عشيرة كذا عند قبيلة كذا عند أهل كذا شو يعني اليد العهد يعني العهد هذا في لغة العرب معروف هذا في لغة العرب معروف لكن هؤلاء لا فهموا العقيدة ولا القرآن ولا الحديث ولا لغة العرب ما فهموا فقاسوا الخالق على المخلوق وشبهوا الخالق بالمخلوق إذن فهمنا الآن ما معنى يد الله فوق أيديهم هذا معناه عهد الله ثبت عليهم عهد الله وجب عليهم يجب عليهم أن يثبتوا وأن لا يسلموا النبي إلى العدو وأن لا يفروا عنه وأن يدافعوا عنه وأن يحموه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا معنى الآية عهد الله وجب عليهم وليس الجارحة فوق جوارح الصحابة تنزه الله عن ذلك ومن الآيات المتشابهات التي حملها هؤلاء المشبهة على الظاهر أيضا فازدادوا كفرا إلى كفرهم الآية الكريمة قال الله عز وجل في القرآن الكريم في ذم إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الله أنزل هذه الآية ذما لإبليس لأن إبليس رفض واعترض وأبى واستكبر ولم يرضى أن يسجد لآدم سجود تحية واحترام تحية واحترام الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تحية وهذا كان جائز الله هو أمر بذلك أليس أخوة يوسف وأبويه سجدوا له سجود تحية واحترام هذا كان جائزا في شرع يعقوب أما في شريعة محمد حرام أن يسجد الواحد لآخر بقصد التحية والاحترام هذا حرام لو كان للأبوين لو كان من الزوجة لزوجها هذا حرام لا يجوز أما فعل يعقوب ليوسف مع أنه يعقوب نبي كان على معنى التحية والاحترام فعل الملائكة لآدم كان على معنى التحية والاحترام انتبهوا معي إبليس رفض أبى أن يسجد الله عز وجل ذمه لأن الأمر كان لحقه لأنه كان يعيش بينهم فشمله الأمر شمله الأمر الله عز وجل يقول في القرآن الكريم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِسْجُدُوا لِآدم فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَةِ هون إلا يعني أنه لم يكن من الساجدين والاستثناء هنا ليس لأنه من جنس الملائكة كما يقال في لغة العرب سجد القوم إلا الحمار هل يعني إلا الحمار يعني الحمار من جنس القوم لا يعني هو لا يسجد لم يسجد لا على أنه من جنس القوم وإبليس ليس من جنس الملائكة لكنه رفض السجود وأبى قال أسجد لمن خلقت طينا وخلقتني من نار أنا خير منه اعترض على الله في سورة البقرة الله يقول إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وكان من الكافرين إذا ننتبه معي إبليس رفض وأبى واعترض وكفر الله زمه وهذه الآية تأكيد للمعنى الذي شرحناه لأنه لو لم يكن مأمورا ولو أن الأمر لم يشمله فلماذا جاء زمه لأنه كان مأمورا فأبى إذن هو كان مأمورا بالسجود يعني السجود الذي حصل من الملائكة لآدم كان مأمورا به إبليس لكنه لم يفعل تكبرا تكبرا إذن لاحظوا الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذا تأكيد أنه كان مأمورا بالسجود وأن السجود كان إبليس ملزما به بأمر من الله هذا رد على مين على الذي يقول الأمر لم يلحق إبليس لألحقه وإلا لماذا زمه الله على عدم السجود لأنه كان مأمورا بذلك واضح إلى هنا بيدي أي بعناية برعاية ليس بمعنى الجارحة ليس معنى الآية أن الله له جارحة وباشر هو عجن طينة آدم لا ما منعك الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أي بعناية لأن آدم خلق بعناية الله عز وجل هل شو بيرده المشبهة بيقول إذا قلت بقدرة الله كل العالم خلق بقدرة الله لاحظوا نحن شو عبنا نقول بعناية انتبهوا لهذه القضية نحن نعرف أن آدم وكل العالم خلقوا بقدرة الله لكن هنا نقول العناية شو يعني من الذي أمر الملك أن يأخذ قبضة من جميع أنواع تراب الأرض وأن يصعد بها إلى الجنة وأن يعجن هذا التراب من ماء من الجنة في الجنة وأن يترك مدة فصارك الفخار ثم الملك نفخ فيه الروح بأمر من الله فلما دخلت فيه الروح عطس فقال الحمد لله من الذي أمر الملك أن يفعل ذلك هذا معنى بعنايته لماذا؟ لأنه سبق في علم الله أن آدم يكون نبيا رسولا وأنه يخرج من ذريته أنبياء كثر فخلق بعناية الله عز وجل وكان هذا بفعل الملك يعني أخذ التراب وطلع به إلى الجنة وعجنه من ماء من الجنة في الجنة فعل الملك هذا كان بأمر من الله ثم الملك لما نفخ الروح نفخ الروح من تلقاء نفسه أم بأمر من الله هذا معناه هذا معناه اسمعوا إلى الآية الثانية فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أي أمرت الملك فنفخ فيه الروح المشرف عندي فقعوا له ساجدين تأكيد لكل الذي شرحنا تأكيد الآيات متعاضضة ما معنى فإذا سويته أي إذا تمت خلقة آدم ونفخت فيه الروح أي أمرت الملك أن ينفخ فيه الروح وروح آدم روح مشرف عند الله لأن آدم نبي رسول فقعوا له ساجدين سجود تحية واحترام لأنه نبي الرسول فهو أفضل من الملائكة ولأنه يخرج من ذريته أنبياء لأجل هذا وليس معنى بيدي أن الله له جارحة وباشره عجن طينة آدم كما تباشر المرأة عجن الطحين بالماء لا ليس هذا معنى الآية حاشة فالله ليس كمثله شيء والله ليس جسدا والله ليس جسما إنما بقدرته أوجد الكون وبقدرته وبعنايته خلق آدم وبعنايته خلق آدم عليه الصلاة والسلام لاحظوا هنا بيدي بمعنى العناية وليس بمعنى الجارحة هناك يد الله فوق أيديهم شو يعني قلنا العهد عهد الله سبت عليهم لأنهم في المعنى عندما عاهدوا الرسول كأنهم عاهدوا الله لأن هذا الأمر كان بأمر من الله تعالى يعني المعاهدة كانت بأمر من الله فهم في المعنى عاهدوا الله على أن يحفظوا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا 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 معنى ما منعك أي في ذنب إبليس أن تسجد لما خلقت بيدي أي بعنايتي هذا معنى أما على قولهم على الظاهر وبلا تأويل يلزمهم أن يكون الله باشر عجن الماء والطين بجارحته تنزه الله تقدس الله لا إله إلا هو فلا تضربوا لله الأمثال أما هؤلاء جعلوا الله كالعجان كالمرأة التي تطبخ تطبخ في البيت جعلوا الله كالذي يباشر بيديه عجن الطين ومباشرة الأشياء هذه المباشرة والمماسة صفات من الأجسام صفات المخلوقين إذن فهمنا ما معنى بيدي أي بعنايته وأما الآية الكريمة قول الله عز وجل في القرآن الكريم بل يداه مبسوطتان هنا ليس كما يقول هؤلاء على الظاهر وبلا تأويل والتأويل تعطيل على زعمهم فيصفونه بأنه له جارح قد بسطها ومدها هكذا لما بيقول على الظاهر هذا معناه وهذا تكذيب للقرآن فلا تضربوا لله الأمثال طيب خلينا أنا وياكم ننتبه لشيء في نفس الآية ما هو ينفق كيف يشاء شو بيقول علماء أصول التفسير علماء أصول التفسير بيقول أحسن تفسير للآية ما وافق سياق الآية طيب لاحظوا أعيد لكم الآية بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فيكون المعنى واسع الكرم جدا واسع الكرم جدا هذا معنى بل يداه مبسوطتان مش العوام 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 من الناس شو بيقولوا عن الكريم طيب أيده ممدودة إنه بينام وإيده ممدودة إنه بيفوت على الخلاء وإيده ممدودة الشخص الكريم بيبقى ليل انهار ووما يروح ووما يجي ووما يعد يوقف إيده ممدودة شو يعني عند العوام فلان إيده مفتوحة فلان إيده ممدودة شو يعني كريم العوام يفهمون ذلك ولا يفهمون منها هذه الحركة ولا أنها تبقى دائما هكذا إنما يفهمون منها كريم جدا يعطي كل من قصده يعطي كل من جاء إليه إذا كان هذا بين البشر إذا كان هذا بين العوام هل في حق الله يجوز أن تفسر بمعنى الجارحة تنزه الله تنزه الله فيكون معنى الآية أنه واسع الكرم جدا كل ما نحن فيه من نعم وفضائل وخيرات وآلاء أليس هذا من كرم الله عز وجل كل ما نحن فيه من النعم التي لا تعد ولا تحصى أليس هذا من كرم الله الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله الله يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها واسع الكرم جدا وليس بمعنى الجارح التي بسطها ومدها هكذا إلى الأمام وإلا إذا قالوا هكذا وقالوا على الظاهر وقالوا حقيقة وقالوا بلا تأويل يلزمهم أن جعلوا الله تعالى متصفا بصفات خلقه وأنه بحركة تحدث التعب لمن استمر عليها لما وصفوا بالجارح جوزوا عليه التعب لأن الذي له جارح يتعب أم لا ومن فعل يده هكذا كل الوقت يتعب أم لا يتعب إذن وصفوا الله بالتعب وصفوا الله بالتغير وصفوا الله بالجارح وصفوا الله تعالى بالفناء وصفوا الله تعالى بالحدوث وهذا لا يرضى به إلا الكافر أما المسلم فينزه الله عن صفات المخلوقين كذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد قال ابن عباس مين ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن حبر الأمة اسمعوا ماذا قال بأيد أي بقوة أليس الله وصف نفسه بالقدرة القدرة هي القوة أليس قال في القرآن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين لاحظوا ذو القوة ليس هو القوة هو ذات متصف بالقوة أي بالقدرة بعض الجهال اليوم من المعاصرين من الدكاترة والمشيخ يقولون عن الله القوة الخالقة أو القوة الخارقة أو القوة الخفية أو القوة التي أوجدت الكون أو القوة التي وراء الكون هذا إلحاد في أسماء الله هذا إلحاد هذا إلحاد في أسماء الله الله ما سمى نفسه قوة إنما وصف نفسه بالقوة فهو ذات متصف بالقوة أعيد لكم الآية إن الله لاحظوا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ليس هو القوة ذو القوة يعني ذات متصف بالقوة أي بالقدرة وهو على كل شيء قدير آيات كثيرة فإذن هنا بأيد أي كما قال ابن عباس بالقوة يعني بقدرة الله خلقت السماوات وسياق الآية يدل على ذلك شو هو وإنا لموسعون أي قادرون أي قادرون فهذا معنى الآية أما على زعمهم إذا قالوا على الظاهر وبلا تأويل لاحظوا انتبهوا في أول آية يد الله بعدين يداه مبسوطتان بعدين بأيد فعلى قولهم على الظاهر ماذا سيقولون هو له يد واحدة اثنين ثلاثة أربعة سبعة عشرة تلتعش سبعة وثلاثين بأيد إذا قالوا على الظاهر صار جمع أيدي جمع جارحة طيب بأول أي يد الله وبالأي التانية بل يداه هذا ليس بمعنى الجارحة ولا في واحدة من هذه الآيات لما جاء بالمعنى الذي شرحناه لا يكون تضارب ولا تعارض ولا تناقض أما إذا قالوا على الظاهر وبلا تأويل طيب هون واحدة وهون اثنين وهون أيدي ماذا سيفعلون ماذا سيقولون إنما تشرح على حسب ما يليق بالله عز وجل على حسب ما يليق بالله أما إذا حملوها على معنى الجارحة قعوا في التضارب والتعارض والتناقض قولوا لهم على زعمكم واحدة أم عدد كثير أكثر أقل ماذا تقولون إذن لا يجوز أن تحمل على معنى الجارحة لا يجوز أن تحمل على معنى العضو لا يجوز أن تحمل على معنى الجسم بل ماذا تقول لها معنى يليق بالله لها معنى يليق بالله ماذا قال سيدنا الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله شوفوا ما أجملها الكلام على مراد الله طيب سيدنا الرفاع ماذا قال صون عقائدكم عن التمسك بظاهر ما تشابه بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة فإن ذلك من أصول الكفر يعني يوصل إليه هم متناقضون من هنا وقعوا في التناقض من هنا وقعوا في التعارض عندما قالوا يد حقيقية وقالوا يد جارحة وقالوا يد عضو وقالوا على الظاهر وقالوا بلا تأويل ماذا سيقولون في هذه الآيات السلاس يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان بأيد بأي الآيات سيأخذون على زعمهم إن قالوا واحدة طيب الأيتين الأخرين إن قالوا متعددة الأولى قالت يد الله إذن لا يجوز حملها على الظاهر لا هذه ولا هذه ولا تلك إنما كلها ترد إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء فهكذا نوفق بين الآيات هكذا نجمع بين الآيات هكذا نسلم من التشبيه والتجسيم من التضارب والتعارض والتناقض أما على مذهبهم فهم تبع لليهود على مذهبهم هم تبع لليهود لماذا؟ لأن أول من قال بالتشبيه والتجسيم هم اليهود ثم فئة يقال لها الكرامية تنتسب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بالتشبيه والتجسيم لكن أول من قال بالتشبيه والتجسيم هم اليهود هم اليهود ثم تبعهم أناس منهم الكرامية بعدين ابن تيمية واليوم الحركة الوهابية هؤلاء هم أتباع اليهود في التشبيه والتجسيم والتضارب والتعارض والتناقض على زعمهم في آيات القرآن والله ماذا قال في زم اليهود أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض رأيتم ما الذي حصل هكذا هم أيضا لأنهم سلكوا مسلك اليهود أما أهل الحق سلكوا مسلك الأنبياء والصحابة وآل الرسول والإجماع في التنزيه في التوحيد في تعظيم الله في تقديس الله في تمجيد الله في تنزيهه عن صفات النقصان فهمنا ما معنى بأيد أي بقوة أي بقدرة هذا معنى الآية الكريمة والسماء بنيناها بأيد أي بقوة ليس بمعنى الجارحة وباشر صناعتها وخلقها كما يباشر ها الإنسان البناء الذي يبني بناء تنزه الله حاشا لله فلا تضرب لله الأمثال فلا تضرب لله الأمثال فإذا يجب الاعتقاد بأن الله منزه عن الأعضاء وعن الجوارح وعن الأدوات منزه عن الأركان منزه عن الجهات منزه عن الأماكن لأنه قال ولم يكن له كفوا أحد ليس لله شبيها أحد ليس لله مثيلا أحد ثم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال في القرآن هو الذي أنزل عليك الكتابة منه آيات محكمات هن أم الكتاب شو يعني؟ الأصل الذي يرجع إليه وأخر متشابهات والمحكمات في القرآن أكثر والمتشابهات لا تحمل على الظاهر بل ترد إلى المحكمات المتشابهات لا تحمل على الظاهر بل ترد إلى المحكمات لنوفق بين الآيات لنجمع بين الآيات فإن سئلت كيف تقول متشابهات ومحكمات والله يقول في القرآن كتابا متشابه هنا المتشابه ليس على المعنى الاصطلاحي للمتشابهات والمحكمات إذا ما المعنى اسمعوا قال الحافظ الصيوطي في الإتقان هذا كتاب ضخم في علوم القرآن ماذا يقول كتابا متشابه يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق مش كل الآيات متشابهات على المعنى الاصطلاحي اللي اشرحناه لا هنا على معنى يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق هذا معنى كتابا متشابه أما الآيات المتشابهات على المعنى الأول الذي كنا نشرحه فهي في القرآن هي الأقل وأما المحكمات فهي الأكثر وترد المتشابهات إلى المحكمات كما أمر الله هن أم الكتاب أي هي الأصل الذي يرجع إليه ولا تنسوا أبدا أبدا لا تنسوا ما قاله الفقيه الحنفي ملا علي القاري في كتابه المرقات من شرح المشكات اسمعوا وانتبهوا إن من حمل الآيات المتشابهات على ظاهرها والأخبار الأحاديث المتشابهة على ظاهرها يؤدي به الأمر إلى أن يقع فيما هو كفر بالإجماع هذا شفى وكفى ووفى في هذه القضية عم بيقول لي بيحمل الآيات والأحاديث المتشابهة على الظاهر هذا كفر بالإجماع وماذا قال الحافظ ابن بطال في شرحه على البخاري تسمعوا بالحافظ ابن حجر العسقلاني أدئله شهرة بفتح الباري بيقول قال ابن بطال قال ابن بطال ابن بطال كان قبل ابن حجر وهو حافظ وشارح للبخاري وكتابه مطبوع وموجود ضخم جدا ماذا يقول في هذا الكتاب شرح البخاري لابن بطال يقول في هذا الكتاب يجب صرف الأخبار المتشابهة عن ظواهرها يقول يجب يقول يجب والعلماء كتبوا المؤلفات والمصنفات الضخمة والكبيرة والمفردة والرسائل المختصرة والصغيرة في إثبات أهمية التأويل لأن الذي يقول الكل على الظاهر بلا تأويل يكون والعياذ بالله تعالى وقعه فيما وقعت فيه اليهود فصار مجسما مشبها متناقضا متضاربا وجعل القرآن يدخله التضارب والله يقول في القرآن الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال سبحانه عن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنه يقول على الظاهر بلا تأويل لاحظوا هلا عن القرآن من بين يديه يقول للقرآن ماذا يقولون هذا لأن لغة العرب واسعة يعني القرآن محفوظ لا مجالة إلى التحريف إليه مش يعني إلو جوارح القرآن حاشة إذن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أما على مذهبهم التشبيه والتجسيم والتناقض والتضارب جعلوا القرآن حاشة والعياذ بالله تعالى كما تخيلوههم متناقضا متضاربا متعارضا والله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ويقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذن يجب يجب صرف الآيات والأحاديث المتشابهة عن ظواهرها إلى أين إلى الآيات والأحاديث المحكمة المحكمة وهكذا المطلوب لأنك بهذه الطريقة تسلم وتنجو وتثبت على التنزيه والتوحيد تثبت أما هؤلاء وقعوا في التشبيه والتجسيم والتضارب والتعارض وهنا فائدة مهمة انتبهوا جيدا إن قالوا لكم على الظاهر وبلا تأويل والتأويل تعطيل قلوا لهم على قولكم هذا فقد كفرتم الصحابة وكفرتم كل علماء الأمة من زمن الصحابة إلى اليوم ليه؟ لأن كل الأمة علماء الأمة أولوا تأويلا إجماليا وبعض السلف أول تأويلا تفصيليا وأكثر الخلف أول تأويلا تفصيليا والسلف والخلف كلهم متفقون على التنزيه وعلى التأويل الإجمالي اسمعوا ماذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في كتابه الاعتقاد إلى سبيل الرشاد اسمعوا ماذا قال قال مالك والأوزاع والليس بن سعد أمروها كما جاءت بلا كيف شايفين كلمة بلا كيف هذا تأويل هذا تأويل قولهم بلا كيف هذا تأويل ابن عباس أول مجاهد ابن جبر أول الحسن أول كثير من علماء السلف أحمد ابن حنبل أول البخاري أول هذا شيء سابط لا ينكره إلا أعمى لا ينكره إلا جاهل بل اسمعوا وانتبهوا هذا الإمام أحمد ابن حنبل قال في قول الله في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا قال قدرته شو يعني آثار قدرته يعني الأهوال العظيمة التي يظهرها الله بقدرته يوم القيامة هذا تأويل أو ما أنه تأويل لو كان مجسم مشبه مثل لو كان بيقول على الظاهر مثل ما كان قال قدرته تأتي كان قال على الظاهر وجاء ربك أما هم يقولون جسم من مكان ينتقل إلى مكان وينزل إلى موقف القيامة جعلوه مثل البشر وجعلوه مثل الملائكة وجعلوه مثل الحاكم الذي ينتقل من مكان إلى مكان والله موجود بلا جهة ولا مكان هذا تأويل من أحمد بن حنبل أم لا هذا تأويل فأينما تولوا فثم وجه الله قال مجاهد بن جبر تلميذ بن عباس قبلة الله هذا تأويل أم ليس تأويلا الإمام البخاري في الصحيح في تفسير صورة القصص كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه الله له سلطان على العالم وسلطان الله لا يفنى هذه صفة لله له سلطان على العالم وسلطانه لا يفنى هذا في البخاري في تفسير صورة القصص كل هول من السلف وكل هؤلاء من السلف سيدنا علي من أئمة السلف أم لا من أئمة السلف من مراجع أئمة السلف أم لا هو يقول إن الذي كيف الكيف لا كيف له معنية الآيات المتشابهات لا تحمل على الظاهر طيب الإمام مالك قال ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وفي رواية أخرى والكيف غير معقول هذا الذي حسنه البيهقي عن مالك أما اللفظ الذي يلهثون به والكيف مجهول كثيرا ما يرددون هذه العبارة قال مالك والكيف مجهول قلوا لهم مالك ما قال هذا قال البيهقي في الأسماء والصفات الذي ورد عن مالك بإسناد جيد انتبهوا بإسناد جيد ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع يعني مستحيل هذا الذي ثبت عن مالك إن الذي كيف الكيف لا كيف له هذا الذي قاله سيدنا علي والذي ثبت عن مالك ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع فلو كذبوا عليه لا تصدقوهم هو بريء منهم أليس هو الذي أول حديث النزول قال نزول رحمه لا نزول نقله هذا الإمام مالك وهو من أئمة السلف روى الزرقاني في شرح موطأ مالك أن مالك قال نزول رحمة لا نزول نقلة ماذا يريدون بعد هذا إذن كل الأمة سلفا وخلفا متفقون على التنزيه كثير من السلف أول تأويلا تفصيليا وأكثر السلف على التأويل الإجمالي وأكثر الخلف على التأويل التفصيلي والكل متفقون على التأويل الإجمالي والكل متفقون على التنزيه والتوحيد من اللي طلع بره الوهيبية لا مع السلف ولا مع الخلف لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء بل مع من يريدون ابتلاع القدس والأقصى وفلسطين مع اليهود المشبهة المجسمة الذين اليوم هم إخوانهم يطبلون ويزمرون لهم الذين يؤيدونهم انظروا إلى بعض مشايخهم في اليوتيوب ماذا يتكلم عن فلسطين ماذا يقول عن القدس وعن الأقصى انظروا إلى بعض زعاماتهم العفنة ها الجوفاء من أدعياء المناصب الدينية كيف أنهم يستحسنون فعل اليهود في الأقصى والعياذ بالله تعالى أليس قبل الآن مفتيهم ابن باز دعا إلى الصلح الدائم المطلق مع اليهود وانظروا اليوم إلى مشايخهم في النت ماذا يقولون عن ما يسمى بصفقة القرن يطبلون ويزمرون لذلك فهم إخوانهم في التشبيه وهم أتباعهم في الظلم والاحتلال ولا حول ولا قوة إلا بالله هللوا وصلوا على رسول الله